كل القلوب إلى الحبيب تمي ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمداً فترى دمول عشقين تسير هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج كوم الشفاء البرنامج الذي حدثنا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويخص بالحديث واجبنا والمطلوب من نتجاه النبي المصطفى وهو ما سوف نتسلسف بالأحداث وفقرأت هذا الكتاب حتى يأخذ بنا إلى ما ينبغي أن يكون من نتجاه النبي المصطفى وما زلنا إياكم في الكلام عن منزلة سيد الأنام عند المولى سبحانه وتعالى وما جاء ذكره في شأن إسراء والمعراج والمقام المحمود ونحن وإياكم نذكر كذلك في هذه اللحظات جانب المحبة التي خص الله سبحانه وتعالى بها سيد الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام كانوا الصحابة يجالسين ينتظروا الحبيب صلى الله عليه وسلم لكن عيسى روح القدس النبي سمعهم فلما خرج لهم قال كل ما قلتمو حق ولكن حبيبكم محمد نبيكم محمد ألا وإني حبيب الله صح كل ما قلتمو حقا لكني أنا حبيب الله لذلك قال بعضهم أيهما أعلى درجة الخلة أم درجة المحبة فجمع منها العلم أن درجة المحبة أعلى من درجة الخلة لأن هذه الوصف وهذه المرتبة جاءت في النبي المصطفى صلى الله عليه وعلا ناقش الكتاب مسألة مهمة يترى هل يصح أن نفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سأر الأنبياء طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفاضل بين الأنبياء يوم الأيام جاء أحد الصحابة قالوا يا خير بريا قال فذاك إبراهيم إبراهيم هو خير البرية طيب وكيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأجل الأنبياء وأعظم الأنبياء والنبي يقول لا تفاضل بين الأنبياء فحتى تكون المسألة واضحة قالها للعلم هذه لها ثلاثة أوجه الوجه الأول أن هذه الأحاديث قالها النبي قبل أن يعلم أنه سيد الأنبياء أو أفضل الأنبياء وهذا لربما يعني هناك وجه أقوى منه الوجه الثاني قالوا أنه يقصد أنه لا تفاضل بين الأنبياء كدرجة النبوة فهذا النبي وهذا النبي في بينهم تفاضل ولكن فيما خص الله به كل واحد منهم درجة النبوة درجة متساوية هذا النبي وهذا النبي فهو عند الله هم سواء لكن الله فضل سيدنا موسى على غير منبياء فضل سيدنا عيسى على غير منبياء بما خصهم من العطايا من المزايا هذا روح القدس هذا كريم الله ليس كل الأنبياء كريم الله ليس كل الأنبياء كلموا المولى تعالى فعلاء ليس كل الأنبياء رأوا المولى سبحانه وتعالى ولذلك لما سئل هل رأيت ربك قال نور إني أراه وبعضهم قالوا نور أني أراه فالشاهد أن الأنبياء تمايزوا بما خصهم الله سبحانه وتعالى وهذا قول ثاني لربما يكون أقوى من الأول والقول الثالث وهو الأقوى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم قالها على سبيل التواضع النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين ولذلك يعلم أصحابه هذا المعنى من التواضع ولذلك يقول لهم لا تفضلوني على يونس بن متى لا تقول أنا خير من يونس بن متى وهذا أمر طبيعي لا يستغرب من الحبيب بالمصطفى ولكن الله قرر أن الرسل التفاوت والدراجات بينهم حاصلة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فهذا الأمر يؤكد أن هناك تفاوت وهو يقول أنا سيد ولد آدم وهذا يؤكد التفاضل هو يقول آدم فمن دونه تحت لوائي هو الذي يقول لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعا هذا يدل على الفضيلة سيدنا عيسى لما ينزل إلى أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون ضمن شريعة سيدنا محمد ويأتي ويقيم وينصر شريعة سيدنا محمد لأن الأنبياء هم أشبه بالنواب عن هذا الإمام هو اللبنة الخاتمة فلما جاء صار هو خاتم الأنبياء سيدنا حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الباب ختمه بفصل جدا عظيم تكلم فيه عن أسماء النبي المصطفى وفضيلة هذه الأسماء وما جاء في الكتب السابقة وما جاء في القرآن الكريم وما جاء في الحديث الشريفة وهذا جدا جميل ذكر فصل كذلك جدا جميل أشيره بس على عجالة ويحتاج حقيقة من أراد أن يبحث فيه أن يرجع وأن يتأمل لأن مبحث حقيقة ربما لم يسبق له وهو صرح بذلك هو يقول أنه اجتمع لي في إيش؟ في الأسماء التي خصة بها النبي صلى الله عليه وعلى الله صلى الله عليه وسلم وهي من أسماء الله الحسنى فصل في تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه بها من صفاته العلام سبحان الله يقول أن هذا الفصل هو سبحان الله الإنسان هو يؤلف تنفتح له الأبواب ويلهام وينفتح له باب جميل يحب أن يتكلم عنه فيقول أنا تمنيت وأنا ألف الكتاب هذا أني حطيت الفصل هذا في أول الأبواب لكن الله فتح علي في هذا المعنى الآن فجعلته من حيث ما فتح الله بي علي يقول وما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول لانخراطه في سلك مضمونها وامتزاجه بعذب معينها لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباطه ولا أنار الفكر لاستخراجه إلا عند هذا الوقت ولذلك جعله في الباب الثالث طيب شوف هو يقول أنه أنا أغلب الناس لما تذكر الأسماء اللي خص الله بها نبيه من أسمائه دائما يذكرون اسمين هو يقول أنا جمعت ثلاثين اسم ما سبقت لها يقول اجتمع لي منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين دائما إذا ذكرنا نقول أن الله تصبه نبيه باسمين من أسمائه وإيش هي دائما الرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسوله من أنفسكم عزيز علي ما عانيتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فالله رؤوف رحيم والنبي رؤوف رحيم يقول أنا اجتمع لي ثلاثين اسم إذا أردت أن تتأملها لأنها تحتاج إلى برنامج لو بنأخذ كل اسم حلقة يحتاج برنامج لكن إنسان يرجع للكتاب يتأمل فيها شوف كيف الله سبحانه وتعالى ألهم هذا الإمام في تلك الأسماء يقول فإذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين وحررنا منها في هذا الفصل نحو الثلاثين اسما ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققوا أن يتم النعمة بإبانة ما لم يظهره لنا ويفتح مغلقات الأبواب وهكذا شأن الأدب مع الله سبحانه وتعالى شوفوا أن هذا فتح من الله سبحانه وتعالى إلهام من الله سبحانه وتعالى فيريد أن يتم الله عليه النعمة بأن يلهمه كل ما يمكن أن يكون من أسماء المولى سبحانه وتعالى التي خص بها أنبياءه مثلا لما نقول من أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور هذا كان روف رحيم هذا أمر معروف لكن الشكور النبي يقول فألا يكون عبدا شكورا ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور فيذكر من أسماء النبي كذلك الشكور من أسماء النبي أنه أو من صفاته النور الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض هذه كلنا أن نعلمها الله سبحانه وتعالى يقول في أي أخرى قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ الكتاب القرآن الكريم النور سيدنا محمد فالله سبحانه وتعالى نور وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نور كذلك الهداية الهادي الله سبحانه وتعالى الهادي ونبيكم هادي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وإنك لتهدي الله سبحانه وتعالى يقول النبي وإنك لتهدي فإذا النبي يهدي إذن النبي من أسمائه أو من صفاته أنه الهادي فربكم الهادي ونبيكم هادي ونبيكم الهادي فإذا الله سبحانه وتعالى اختص أنبيائه بشيء من أسمائه الكثير تكلم عن اسمين قال أنا جماعت لكم ثلاثين اسم حلو الجميل إنسانين يطالع أن يتأمل حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم استدراك جدا مهم لابد قبل ما نختم الحلقة أن تسمعوه يا سادة دي هو هو يقول ختم بهذا الباب بهذا الفصل استدراءكم في صوات الخلق والخالق قال حتى أزيح الإشكال بما فيها تقدم عن كل ضعيف عنده فهم سقيم تخلص إلى ما هو شيء من التشبيه أو حتى يزاع عنه شبهة التمويه ينبغي أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى جل اسمه في عظمته وكبريه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يشبه به وأن ما جاء مما أطلقه الشر على الخالق وعلى المخلوق لا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي زاد في هذه النكتة الواسطة هذه الخلاصة مقصودنا في هذا الأمر أنه ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعل فعل ولا كصفته الصفة إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظ فقط وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكون هكذا اعتقادنا نعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع الوصير أرزقنا الله إياكم كمال الأدب في حسن المعاملة والتأمل والنظر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا بالأدب أعلى الرتب اللهم أمين يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله صحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك